وقفت جنب جوزها وأنقذته من السجن وأبوها اتبرى منها نوها أبو زهرة ستة مصرية أصيلة نوها أبو زهرة بنت زي أي بنت متجوزة وبتحب جوزها وعيشين حياة بسيطة وعلى قد حالهم وقاعدين في شقق جارب البحيرة من كم يوم كده انتشر بوستي ليها على مواقع التواصل وهي بتعرض ممتلكات شقتها ويدمها للبيع ووضحت السبب أن جوزها عليه وصلاة أمانة ومعهوش فلوس يسدد وصحاب الفلوس مش هيستنوا عليه وممكن يدخل السجن نوها طلعت وشرحت المعاناة اللي عيش فيها وقالت أنا وجوزي اللي مجهزين نفسنا واشترينا معظم العفش مستلزمات الجهاز بالإقصاد وجوزي بيشتغل صناعي أفران ومطلوب مننا ندفع حوالي 17 ألف جنيه إقصاد شهريا وكملت كلامها وقالت أحمد جوزي عنده توك توك وده كان مصدر رزقه جنب الفرن واضطر ان يبيعه قبل الجواز علشان يسدد الديون اللي عليه وبعد ما تجوزنا اشترى توك توك تاني بالإقصاد علشان يساعده في توزيع العيش على المحلات نوها قالت ان التوك توك الجديد هو سبب الأزمة في كل اللي بيحصل لهم ده لأن التاجر كتب على أحمد وصولات أمانة بالإقصاد ولما تأخر وما دفعش التاجر اضطر يرفع الوصولات في النيابة ويبقى ما قدمناش غير حلية يا الدفع يا الحبس نوها ما عندهاش مصدر رزق تقدر تساعد فيه جزها في أزمته فاضطرت بيع عفش بيتها وهدومها وكمان الجزم اللي كانت بتلبسها وطلعت كتبت وقالت بعت النيش ومحتوياته والتلفزيون وهدومي اللي كان بعضها جديد وملحقتش حتى أني ألبسه والأحزية والبطاطين ورفايع المطبخ وحاجات تانية كتير ومستعدة أستغنى عن أي حاجة في حياتي مقابل بس أنه أحمد ما يدخلش السجن نوها قالت وبحسرة الناس كسرتني وكانوا بياخدوا إن الحاجة بأقل من نص ثمانها رغم إنها جديدة وكنت بعيط على الحاجة اللي بتتباع نوها بعد ما باعت كل اللي حلتها علشان تسدد جزء من ديون جزها اتفجأت برفع تاجر التوكتوك الوصولات على جزها في المحكمة وخد حكم على جزها بتلات سنين سجن نوها نهارت لما عرفت بس الموضوع موقفش لحد هنا التاجر كمان طلب من أحمد تسديد 27 ألف جنيه بدل 13 ألف وده سبب بالتأخير والفوايد اللي نزلت على الإقصاد نوها ما بقتش عارفة تعمل إيه ولا تتصرف إزاي ولسه يا دوب بتتمالك أعصابها علشان تعرف تفكر اتفجأت بتجري الأنتري اللي كانوا شاريين منه رفع عليه وصل بأربع تلاف جنيه نوها فضلت وقفة جنب جزها وجمعت المبلغ المطلوب وسددت كل الديون اللي عليه وطلعت وشكرت كل اللي ساعدها ووقف جنبها لكن اللي ما كانتش متوقعة ولا كان في بالها هو الهجوم الشديد اللي تعرضت له من والدها اللي لما عرف حكايتها بعتلها وقال لها أنا متبر منك أنت فضحتيني نوها اعترفت أنه دي آخر حاجة ممكن تيجي في خيالها وقالت أبويا ما ساعدنيش في أي حاجة فبدل ما يساندني ويقف جنبي بيعتبني أنا المهمة عندي دلوقتي هو أن حياتي ما تخربش وجوزي ما يتئزيش أنا أهلي ما ساعدنيش وكل الدعم اتلقيته من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي والحمد لله عدت على خير شكرا لكل نوها أبو زهرة في حياتنا أهرب الناس اللي اللي ما كلمونيش لحد الآن وأولهم أهلي أنا كفاءة اللي شلتوا في الأيام اللي فاتت وكفاءة أنا شلت منكو كتير وبالزيادة بس عادي يعني مش ما قدني ما بتقفش على حد المهمة سلامة جوزي وأنه جوزي معايا وأنا عمري في حياتي ما هتخلى عنه والحمد لله أنه هو بخير شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا